لربما يتسأل البعض من أين تستمد حكومة وعادل عبد المهدي وحشيتها في قمع التظاهرات السلمية في العراق ويكفي متابعة تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق جانيم بلاسخارت بشأن موقفها من انتفاضة العراقيين لتعرف الإجابة على الرغم من كونها موكلة لتكون مؤتمنة في نقل الحقائق والوقاع كما هي لسخارت وزيرة الدفاع الولندية السابقة يبدو أنها حتى الآن غير قادرة على أداء دور محام الدفاع أو الحياد في نقل الوقاع في أقل تقدير للهجوم والقتال فقد عربت في تغريدة لها عن قلقها من تعطيل تصدير النفط في العراق وكأن لسان حالها يقول النفط أغلى من دمائكم أيها العراقيون لتضرب بعرض الحائط كل الأعراف الإنسانية والسياقات الدولية والبروتوكولية في كيفية التعامل مع مجازر الإبادة البشرية صامة أدنيها عن سماع أنين آلاف الجرحة متغافلة عن دماء مئات الشهداء من المتظاهرين الذين سقطوا برصاص قوات الحكومة في بغداد تلك الحكومة التي لا تجد بلاسخارت حرجا في أن تسوغ لها انتهاكاتها داخل قبة مجلس الأمن في أثناء تقديم إحاطتها الدورية حين قالت إن حكومة عبد المهدي تبدل ما في وسعها من أجل الإصلاح وهي لا تملك عصا سحرية لتلبي كل الطلبات ولتكرر فعلتها تلك حين استعرضت زيارة لها ساحة التحرير وهي تتجول بين المتظاهرين تعلو وجهها ملامح الحزن والألم قبل أن تصدر بيانا فور عودتها لمكتبها بأن على المتظاهرين الصبر على حكومتهم التي لم ينضي على تشكيلها أكثر من عام واحد مواقف لا يمكن أن تعد بالغريبة على شخصية سبق وأدلت بمعلومات خاطئة إلى برلمان بلادها الولندي بشأن فيها وجود قتلى مدنيين بغارة على قضاء الحويجة حين كانت بمنصب وزير الدفاع في عام 2015 ليتبين وقبل يومين على لسان وزيرة الدفاع الجديدة أن أبل فيلد شوتن أن طائرات بلادها ارتكبت المزرة التي أودت بحياة سبعين مدنيا موقف أنعش ذاكيرة العراقيين وحفزهم على تفحص تاريخ بلاسخارت المهني الملتبس والمتقاطع مع مهنتها الحالية خصوصا مع استمرار نزيف دم المنتفضين في بغداد ومحافظات العراق الأخرى ضد حزاب السلطة الفاسدة وميليشياتها ومنها البصرة المنتعشة بآبار نفط لا يرى الشعب من نعمها سوى شعلة نيرا ترجمة نانسي قنقر